ما يفعله اردوجان منذ سنوات خرقا للقوانين الدولية في كل المجالات في مسألة الارهاب ومسألة التجارة بالبشر ومسألة تمويل النفط بتاع داعش ومسألة 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 حدت ولا حرج حتى في ملف حقوق الانسان اللي هو بيضرب به عرض الحائط مغافلا كل تعاليم حقوق الانسان الدولية وبيعتقل صحفيين وبيعتقل قضاء وبيعتقل زباط جيش وبيقفل قنوات وبيقفل صحف وبيقفل مواقع وبيمنع يوتيوب وبيمنع تويتا يعني ما عندوش يامر حميني والبلد كده ما عندوش كبير وما بيخافش من حد فانا كلمتكم كتير والنهاردة وكالة الانباء السورية اعلنت ان في مصرع ثلاث مدنيين مصرع ثلاث مدنيين سوريين من جراء القصف التركي على الشمال والشمال الشرقي السوري وانا قلت لكم كمان الموقف المصري الواضح والمحترم والعاجل اللي صدر بالامس من خلال وزارة الخارجية والبيان الرسمي المحترم اللي صدر عن وزارة الخارجية المصرية واللي رفض في هذا الاعتداء التركي على الشقيقة السورية جملة وتفصيلا من حيث الشكل ومن حيث المضمون رافضا اي تذرع باي مبررات او حجج او ذرائع تبيح هذا العدوان الوحشي على المدنيين وعلى سيادة دولة مجاورة رقم اثنين دعا المجتمع الدولي كله الى الاطلاع بمسئولياته ووقف هذا العدوان ووقف هذا الجنون والجموح التركي تلاتة دعا جامعة الدول العربية الى الانعقاد في اجتماع عاجل لبحث الازمة السورية وهذا العدوان التركي السوري واللي زين الموقف الرسمي لمصر هذا اليوم التصريحات اللي قدل بيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك اثناء استقباله لجلالة الملك عبدالله العاهل الاردني الشقيق والصديق والعزيز على قلوب المصريين جميعا النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال كلام واضح قال ان احنا ندين بكل العبارات العدوان التركي على سوريا وانه ده سيفتح ابواب الجحيم على منطقة الشرق الاوسط وسيزيد هذه المنطقة اضطرابا فوق اضطرابها ودعا ايضا الرئيس الى المجتمع الدولي الى الاطلاع بمسئولياته وقال انه ده حيؤدي الى الكثير من التداعيات السلبية على المنطقة والرئيس السيسي قالها بشكل واضح العدوان التركي على سوريا يتنافى مع قواعد الشرعية والقانون الدولي الرئيس اكد على ان ده بيتنافى مع قواعد الشرعية والقانون الدولي ما فعله اردوغان هو فعل احادي لا علاقة له بالقانون الدولي اللي اللي مكمل القصة شوية بس برضو حتى الان انا مش فاهم لامتى هتستمر الوعود والتهديدات اللي عمله ترامب النهاردة الرئيس الامريكي انتوا عارفين انه مبارح قلت لحضراتكم التويتا المهمة اللي كتابها الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعليقا على الحرب التركية على سوريا وقال ترامب كده قال اذا اقدمت كان الكلام ده لسه تركيا ما ضربتش وما استخدمتش الصواريخ قال اذا اقدمت تركيا على عمل عسكري في سوريا فسنقضي على الاقتصاد التركي دي التويتا اللي كاتبها كاتبها مين ترامب طيب امبارح امبارح تركيا ضربت سوريا واستخدمت القوة العسكرية والصواريخ ولم تبالي ولم تبالي بالتهديد الامريكي يعني خدوها كده بالترتيب كانت المقدمات بتقول انه غالبا تركيا هتضرب واردوغان صرح اكتر من مرة خلال اسبوعين اللي فاتوا انه ربما يلجأ لعمل عسكري تجاه شمال سوريا والمنطقة الكردية وكده فهو اعلن فام ترامب قايله اوعى تعمل كده انا بقولها لكم البلدي كاننا بنحكي حكاية ابو زيد فام ترامب الرئيس الامريكي اللي هو كبير العالم او بيتحدث باسم شرط العالم اولي النعمة بالنسبة لاردوغان والموجه اللي مسيك له الروبوت كنترول يعني في افعاله قال له يا اردوغان اوعى تعمل كده لو عملت كده انا حدمر لك اقتصاد تركيا تهديد واضحة هو فاردوغان سمع التهديد ومع ذلك اقدم على العدوان ودرب تركيا ضربا عرض الحائط بتهديد ترامب طب اهو خلاص انت هددته وعمل اللي انت مش عايزه يعمله امطلع ترامب النهاردة تاني واقيل ايه واقيل اللي بيحصل ده استمرار لحالة مش عارف عدم الاستقرار والاضطراب اللي في المنطقة وان انا بحاول طول الوقت اوقف سيل الحروب اللي بيحصل في المنطقة وبتحدث مع كلا الجانبين عشان واقف المش عارف كده وللأسف ما عندناش قوات امريكية في حدود هذه المنطقة عشان نمنع الاعتداء والمشاكل اللي بتحصل ما بين الدولتين وكده وبعدين في الآخر امقيل ايه في الآخر قالك اضربوا الاقتصاد التركي بقوة وخلصوا عليه ودي التويتر اللي كانت قدام حضراتكم منذ لحظات اللي هي بقى بتاعت النهاردة مش بتاعت اول مبارح بناء على اقدام تركي على الضرب التويتر اهيه اخرها خلصوا على الاقتصاد التركي وعناشان برضو اقول لكم اللفظ بالزبط قال كده ليس لدينا جنود او جيش في اي مكان بالقرب من منطقة الهجوم احاول انهاء الحروب التي لا نهاية لها اتحدث الى كلا الجانبين البعض يريد مننا ان نرسل عشرات الالاف من الجنود الى المنطقة وبدأ حرب جديدة تركيا عضو في النيتو بينما ينصح البعض الاخر بعدم التدخل ودعي الاكراد يخوضوا معاركهم الخاصة بمساعدتنا المالية ثم انهى ترامب التغريدة بالقوله اقول لكم اضربوا تركيا بقوة ماليا وبالعقوبات ما لم تلتزم بالقواعد انا اراقب عن كثب انا اراقب عن كثب يعني عن كثب يعني عن قرب انا اقعد لك هو متابع طيب هو سؤالي يا فخامة الرئيس الامريكي ترامب اخرت المتابعة ايه يعني كويس ان انت متابع في ناس تانية كده فاكرين زمان يقول لك الله انا مش متابع طيب كويس ان انت متابع وبعدين بعد المتابعة وبعد التهديد الاولاني والتحذير والانذار اللي انت عملته الاردوغان ولم يرتدع ولم يخف من التهديد ولا التحذير ولا الانذار وكأنه ما سمعوش واقدم على ما كان ينوي فعله وضرب تركيا واعتدى عليها وضرب سوريا واعتدى عليها عسكريا طيب ثم ما بعد التهديد يبدو يبدو انه يعني العلاقات الدولية والموازين السياسية اعقد كثيرا من الافكار البسيطة اللي تبقى موجودة عندنا ان فلان غلط فلازم يتعاقب او دولة غلطت فمجلس الامن ينعقد ويعاقبها يعني هكذا تخيلنا العالم هكذا تخيلنا العالم وتمنينا ان يكون هذا العالم عالم عادل كل الموازين وحدة ولا يتم الكيل بمكيالين وانه اللي اخطأ يعاقب واللي اجاد يكافأ لكن يبدو ان السياسة ما فيهاش كده وما فيهاش فكرة العقاب المباشر وان الكيل بمكيالين وثلاث مكيالين واربع مكيالين كمان موجودة الله اعلم حيستمر لامتى التهديد الامريكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة